السلام عليكم تتبعي القناة مرحبا بكم في صفحة 151 من كتاب مرشدي في النغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي الأسبوع الواحد والثلاثون دائما في الحفلات والآيال قد أتواصل حضرت أحد الاحتفالات المغربية أحكي ما شاهدته في الاحتفالات المغربية فهي متميزة باقي الاحتفالات بدول العالم فلكل دولة تقاليدها وعاداتها وكذلك داخل المغرب هناك تقاليد لكل جهة من جهات المملكة تميزها لا من قبيل اللباس ولا من قبيل العادات والتقاليد التي تميزها كاللباس مثلا أو كالأشياء التي يقومون بها في خلال هذا الاحتفال إذا هنا نلاحظ في هذه الصورة هناك وناس يحتفلون بشتى بقاع المملكة إذا فسأحكي ما نشاهده خلال حفل مثلا في حفل مثلا الزفاف إذا فإذا ما يسافر الإنسان خاصة إلى البادية ويحضر مثلا حفل زفاف هناك تقاليد تخص المملكة المغربية في حفل الزفاف منها أن العروس والعريس لا بد أن يذهب كل واحد مع مثلا العريس يذهب مع أصدقائه والعروس تذهب مع صديقاتها إلى الحمام قبل مثلا يومين أو ثلاث من العرس وهذا تقليد جرت العادة عليه في جميع أقطاب المملكة المغربية كذلك هناك الحناء تقوم بها العروس حيث ينقش للعروس وصديقاتها بنقوش متنوعة ولكن العروس تكون متميزة عن باقي صديقاتها كذلك ترسل عائلة العريس قبل يوم الزفاف ترسل هدايا إلى العروس ونحن نعرف الهدايا التي يقدمها أهل العريس للعروس ثم يذهب العريس برفقة عائلته إلى حضور الحفل الذي تقيمه العروس قبل العريس وعند الانتهاء تزف العروس إلى بيت عريسها بزغاريد وأغاني تقليدية وكذلك رقصات حسب كل منطقة من مناطق المملكة وبعد ذلك يعني بعدما يحن وقت العشاء يتناول الجميع وجبة العشاء وتقام الزغاريد والأغاني والرقصات ثم بعد ذلك يعود الناس المدعوون إلى منازلهم الآن ننتقل إلى أقرأ زيارة موسم للفروسية في كل سنة يقام بإقليم الجديدة موسم للفروسية ذهبت مع أبي لحضور هذا المهرجان الذي يحتفل بالفرس العربي والبربري وبالفرسان وصلنا إلى ساحة كبيرة فيها خيام كثيرة منصوبة مفروسة بالزرابي الحمراء الزاهية لاستقبال الزوار والضيوف التقينا في الإستبل بعم علال الفارس الذي يشارك في الاستعراض ما أجمله في جلبابه الصوفي وسلهامه الأبيض يضع على رأسه عمامة ويحمل على كتفه بندقية أتريد أن تركب الحصان يا فريد نعم نعم عمي أمسكني من فضلك لأنني أخاف أن أقع أركبني عم الحصان فشعرت بأنني مثل فرسان الأفلام سوف نعيد القراءة مرة ثانية مع بعد الشروحات زيارة موسم للفروسية في كل سنة يقام بإقليم الجديدة موسم للفروسية يعني وفي كل إقليم أصبح هذا المهرجان يقام في مجموعة من المدن والأقاليم ويضم كذلك المهرجان الفروسية ذهبت مع أبي لحضور هذا المهرجان الذي يحتفل بالفرس العربي والبربري وبالفرسان المتحدث يقول بأنه ذهب مع أبي لحضور مهرجان وهذا المهرجان الذي يقام في الجديدة هو مخصص للاحتفال بالفرس العربي إذن الفرس العربي له خاصيات مميزة بخلاف باقي العالم وكذلك البربري إذن الفرس العربي والبربري لهم امتيازات على غير ما من الأفرسة الموجودة في باقي العالم وكذلك بالفرسان الفرسان هم الذين يمتطون الأفرسة وصلنا إلى ساحة كبيرة إذن الساحة التي تكون معدة للفرسية تكون مساحتها كبيرة لأن الفرس عندما يكون في الحلبة فقد تكون أشياء خارج عن سيطرة الفرس وقد يصيب أحدا بالأداء لذلك تكون الساحة كبيرة ويكون المتفرجون يعني في أماكن آمنة وبعيدة عن الساحة التي تكون معدة للفرسية فيها خيام كثيرة منصوبة إذن خلال يعني بجوار تلك الساحة تكون خيام منصوبة هذه الخيام تكون مفروشة بالزرابي الحمراء الزاهية فإن هذه الخيام تكون مفروشة بزرابي حمراء زاهية لاستقبال الزوار والضيوف هي معدة لاستقبال الزوار وكذلك الضيوف التقينا في الإستبل استبل هو المكان لأنه خصص للفرس بعم علال يعني القائل والمتحدث كان عمه علال مشارك في هذا المهرجان الفارس الفارس الذي يشارك في الاستعراض إذن هو فارس من الفرسان الذين يمتطون الأفرسة ويشارك في الاستعراض ما أجمله في جلبابه الصوفي إذن فالفارس يلبس جلباباً صوفي وسلامه الأبيض ويضع فوقه سلام أبيض يضع على رأسه عمامة إذن يضع على رأسه عمامة ويحمل على كتفه بندقية أتريد أن تركب الحصان يا فريد إذن فعمه سأله وقال له أتريد أن تركب الحصان يا فريد فأجابه نعم نعم عمي أمسكني من فضلك لأنني أخاب أن أقع قال له نعم نعم عمي ولكن طلب منه بأن يمسكه لأنه يخاف من الوقود أركبني عمي الحصان فشعرت بأنني مثل فرسان الأفلام ذهبنا إلى المدرج الكبير كي نتفرج على الفروسية انطلقت عشرة خيول صفا واحدا وبسرعة ولما صاح المقدم أطلق الفرسان في وقت واحد طلقات البارود وتصاعدت التسفيقات والزغاريد من جميع الجهات ذهبنا إلى المدرج الكبير المدرج مخصص للمتفرجين كي نتفرج على الفروسية المدرج كمدرج الذي يوجد في ملاعب كرة القدم انطلقت عشرة خيول صفا واحدا وبسرعة إذن عندما يعطي المقدم إشارة الانطلاق فتمطلق الخيول صفا واحدا وبسرعة واحدة يعني يجب أن يكون ذلك في صف واحد ذلك فالخيول تمشي بسرعة واحدة ولما صاح المقدم يعني عند نهاية أو عند وصول خط النهاية يصيح المقدم يتحدث مع فرقته لكي تكون الطلقة طلقة واحدة أطلق الفرسان في وقت واحد طلقات البارود إذن عندما ينطلق وعندما يعطي المقدم إشارة الانطلاق فانطلق الفرقة ولكن عند انطلاقها فيتحدث المقدم مع فرقته إذا كان أحدهما مثلا متقدما أو كان أحدهما متأخرا حتى يذهب الخيول في صف واحد وعندما يعني يصل إلى نهاية إلى النهاية يصيح المقدم فلما صاح المقدم أطلق الفرسان في وقت واحد طلقات البارود إذن يصيح المقدم حتى يطلق الفرسان طلقات البارود في وقت واحد وتصاعدت التسفيقات والزغاريد من جميع الجهات إذن عندما تكون الطلقة واحدة فحتى الذي يتفرج يعني تكون هناك إحساس عميق يحس به المتفرج وكذلك يحس به المقدم وباقي أفراد فرقته بنشوة الطلقة الواحدة وهي طلقة البارود التي تكون في وقت واحد وفي نظام واحد لذلك فيعجب الجمهور بذلك الطلقة فتتصاعد تصفيقات والزغاريد لذلك تصفيقات التسفيقات وفي ترجمة نانسي قنقر